يوماً ما كان هذا المكان يضج بالحياة آهلاً ومزدحماً بالمسافرين هنا من أمام بوابة مطار عتق الدولية حيث تحول إلى أشبه بمكان مهجور اتوقفت الحركة الملاحية منذ سنوات بعد تعرض المنشأة لعمليات نهب وتخريب إبان الحرب التي شنتها مليشي الحوثي على محافظة شبوة مطار عتق تعرض إلى كثير من الأضرار بعد حرب 2015 حيث تعرض النهب لكامل أجهزة الملاحية التي كانت فيه وأيضاً إلى نهب كافة الأثاث المكتبي والتكييف الذي كان متواجد في مبنى صالة المطار ومبنى الأرصاد يتمتع المطار بأهمية حيوية في حياة المواطنين والحركة التجارية والاستثمارية في المحافظة حيث ظل لسنوات البوابة الوحيدة من وإلى المحافظة وهو ما أعاد العمل فيه مجدداً وخلال الفترة القريبة المنصرمة أنجزت أعمال المرحلة الأولى في المشروع والتي شملت إعادة أهيل الصالات الرئيسية والداخلية ومكاتب إدارة المطار ومدرجاته وبرج المراقبة فيه إذا تم تشغيل المطار فإننا سوف نوفر من رحلة العناء التي يعانيها المهاجر ليمني خصوصاً في الرحلات الدولية سوف يتم تشغيله وهناك جدوى اقتصادية لشركة الطيران وهذا سوف تقدم خدمة للمواطنين وأيضاً سوف تحرك السوق الداخلي وفيها منفأة لجميع انتظر المواطنون في شبوى مشروع تأهيل المطار ويرجون أن لا ينتظرون طويلاً من أجل إعادته للخدمة وتشغيله واستئناف رحلات الطيران أنجزت أعمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مطار عتق الدولية على أمل أن تستكمل بقية مكونات المشروع وبما يمكن من سرعة تشغيل المطار واستئناف رحلات الطيران منه وإليه والتي ستسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين صالح سالم قناة بالقيس شبوى شكراً للمشاهدة